وتعالى نشوف اول سؤال جلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا بيقول السلام عليكم هل كل البنوك حلال المصرية زي السويسرية طبعا مش عارف هو اختار السويسرية ليه المصرية زي السويسرية اللي من ضمن انشطتها مصانع الحديد والصلب زي اللي بتستثمر في مصانع الخمور واعرف ازاي ان البنك ده مقبول شرعا والتاني لا سؤال لطيف وان كنا طبعا جاوبنا على سؤال البنوك ده يعني مرات كتيرة جدا جدا خلينا نتفق على ان البنوك في الحقيقة مؤسسة وسيطة تقوم بجمع الاموال ثم اعادت ضخاء مرة تانية في المجتمع في شكل تمويل خلاص احنا ما بقاش عندنا دلوقتي في البنوك خاصة في قانون 196 ايه ان احنا دلوقتي عندنا لفظ قرط ونص القانون على ان عمل البنك بيكون في التسليلات الاقتمانية وفي التمويل وفي زيادة روس روس اموال الشركات يبقى ازا احنا عندنا ايه اللي حاصل المسألة ببساطة خالص اني مفيش دلوقتي حد بيعمل في هذا السياق ولذلك اداء المال في اي بنك جاء الشرع جاء الشرع نيجي بقى نبص من ناحية الايه من ناحية انه بيعمل فهو يجي حد يقولك طب البنوك الاخرى بتعمل ايه بتستثمر في مصانع الخمور طبعا انا مش عارف انه ازاي بيقدر انه يقول انه البنك بيستثمر في مصانع الخمور لكنهو ممكن يعني ليس هناك مشكلة انه مصنع في سويس انه فيه بنك في سويسرة فيه اه صاحب مصنع من مصانع الخمور اخذ تمويل من البنك ده انا لما مولت نشاطات البنك انا راجل راح امول نشاطات حلال حصل انه جم لسيدنا عبدالله بن مسعود وقالوله جارنا يرابي جارنا يرابي انا اكل عنده قال لتهناء به والاثم عليه ايه معنى كده ان انا لما مولت مشروعات البنك انا مروحتش امول مشروعات البنك وقلت له لا وسمحت انا عايز المشروع اللي فيه مصنع الخمرة ده وتخليه كمان من جملة الاشياء اللي انا بمولها ولذلك ايه اللي حصل مسألة سهلة او يسيرة ايه اللي حصل ببساطة خالص هذا الامر انا لا علاقة لي بهذه الممارسة من القبل البنك انا مولت اموال البنك انا مولت مشروعات البنك الحلال يبقى ايزا المسألة ببساطة اني المال اللي انا اودعته عشان امول به مشروعات البنك انا مولت المشروعات الحلال يبقى طب ولو هو مول مشروع حرام اه الاسم عليه احنا جده بنعينه على الاسم والعدوان لا مش حقيقي لان هو في الحقيقة متى يكون دي اعاني على الاسم والعدوان لما يكون هو يتوقف تماما اذا انا ما اودعتش المال بتاعي عنده وده مش حقيقي انا ببقى محتاج للبنك والبنك محتاج الي ده كله مع فرض ان البنك وهو ده بقى هو طبعا ان السؤال جاي في شكل استفسار لكن هو في الحقيقة في نوع من انواع عدم الموافقة فانا بوضح لك المسألة دي نحن نتشارك في ببساطة خالص في الاعمال الحلال ولذلك رسول الله لما يكون درعه مرهون عند يهودي ورسول الله لما يعامل يعامل المختلفين في الدين وهم بيتعاملوا وخاصة اليهود اليهود الذي كانوا في عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي من اجل معاملتهم الربوية جاء تحريم الربا والامر ببيع الذهب والفضة يدا بيد مثلا بمثل فإنه حاصل ومع وجود هذا رسول الله تعامل معه فلذلك انا بس بفهمك إيه اللي حاصل بتحليل سيرة رسول الله سنة رسول الله عشان نقدر نجاوب على السؤال ده فأنت بتسألني هل كل البنوك إداع المال فيها حلال نعم طب لو فيه بنك بيعمل إلا زكين فيه بنك نشاطه نشاطه الوحيد إنه هو يشتغل فيه الخمور يعني البنك ده متخصص في تمويل مصانع الخمر فإذا كان فيه بنك وأنا معرفش فيه بنك في الحياة بيعمل الكلام ده ولا لا إذا ما كانش البنك متخصص في تمويل مصانع الخمور أو إنشاء مصانع الخمور فيجوز إننا إلا حاصل يجوز إننا ببساطة إننا أدع مال فيه وإداعي للمال فيه حلال وإذا كان هو يمارس نشاطا غير جائز فهو يتحمل اسمه